اشتركوا في القناة طبعا اول وحدة بكتاب الماتماتيك واحد هي مادة المنطق او وحدة المنطق بالدرس الاول في شي اسمه بسيط اونارملار طيب شو يعني اونارمة طبعا تعرفتم انتم بالدرس السابق ان اونارمة معناها قضية بسيط اونارمة قضية بسيطة بلا شيك اونارملار القضايا المركبة اليوم نحن نشرح القضايا المركبة طبعا لحتى انا احصل على قضية مركبة لازم اربط قضيتين او اكثر مع بعضون شو مدي اربطون زي اربطون عن طريق بغلاتش شو يعني بغلاتش بغلاتش يعني ادوات الربط ادوات الربط اذا نبدأ على بركة الله مع بعض عندي هون بلا شيك اذا بلا شيك اونارملار القضايا المركبة ايكي ذيا دها فزلا اونارمنين اذا خضيتين او اكثر شو الادوات التي نستخدمون ذي يعني و ذيا يعني أو يضا يعني إما إيسي يعني إذا أنجاك في أنجاك معناها إذا كان فإن تمام لحشوف كل واحدة شون بتربط شون بتأثر على القضايا يعني مع هذه الروابط أو مع هذه الأدوات أدوات الربط إذن يقال قضية مركبة إلى القضية الجديدة اللي بنحصل عليها عن طريق توحيد أو ربط بأدوات الربط هاي لقضيتين أو أكثر إذن بغلاط شهدوني نفسه اللي عددتون هلأ هون الفيا نرمز لها سبعة الـ V نرمز لها ثمانة الـ يضا سبعة وتحت خط الإيسي بنحط له هذا السهم أنجاك في أنجاك سهم مزدواج ذو اتجاهي إذن هاي هي أدوات الربط اللي بننتعرفها اليوم إذن نتابع بعد أن تعرفنا على هذه الروابط إذن أول أداة من هذه الأدوات اللي هي أداة ذي متل ما حكينا ذي يعني و ذي بغلاجي لها كورولان بلاي شيك اونار ملر يعني القضايا المركبة أو المؤسسة باستخدام أداة الربط في بغلاجي هاي رمزة طبعا ثمانة سيمبولو إلى غوستيريلير تعرض بهذا الرمز إذن الرمز هاد الثمانة الصغيرة هلا P عبارة عن قضية إلي Q أيضا قضية أخرى اونار ملرينين في بغلاجي لها بغلن مصندن ألوشان بلاي شيك اونار ملر إذن القضية المتشكلة نتيجة استخدام الفي بين قضيتين P و Q نعرضها بالرمز P V Q بي شمين ده غوستيريلير P V Q بلاي شيك اونار ملسينين دوغرولوك دياري إذن قيمة الحقيقة أو جدول الحقيقة لهذه القضية هار إكي سيدي دوغروا يكن دوغروا ديار دوروم لاردائسة ينلشتر طبعا هاد الحكي الطويل العريض انا لخصركني بكلمتين بسيطات طبعا أنا مشان الطالب ما يخربه وتو ما ينسى لأنه نحن أخذ روابط الثاني وصير في خلط بيناتهم عندي القضية الأولى P والقضية الثاني Q طبعا هذا جدول شون عبوه لاحظوا القضية P والقضية Q إما الأولى صح والتاني صح أو الأولى صح والتاني خطأ أو الأولى خطأ والتاني صح أو الأولى خطأ والتاني خطأ دائما بس يكون عندي قضيتين اللي حكتوا بجدول الحقيقة لكل واحدة على هذا الشكل طيب عندما أستخدم أداة الربط V إذن P V Q شو؟ شو النتيجة؟ عم يقول لي هوني الV لازم يكونوا تنيناتهم صح لحتطلع النتيجة صح وأنا من عندي هاي تأليفي بقلكون بقلكون أنه الV هي أداة طماعة يعني إذا ما كان كلا القضيتين واحد ما بترضى إذن القضية الأولى واحد والقضية الثانية واحد تذكروا كلام الأستاذ ويسام أنه الV طماعة تنيناتهم واحد بتطلع هي واحد إذن الأول واحد الثاني صفر ما بترضى طيب الثاني واحد الأول صفر ما بترضى إذن تناتهم صفر يا رطيف ما بترضى بالمرة إذن P V Q إنتا بتكون واحد إذن كان القضية الأولى واحد والقضية الثانية واحد ومثل ما شايفين نتيجة واحد صفر 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 مثل ما شفنا هون P V Q واحد ثلاثة صفر تمام؟ إذن أعزائي الطلاب بتمنى تكونوا تابعتوا معي بشكل دقيق لأنه هذا الحكي كثير مهم لأدام هلأ هون عندي أرنى كلار أمثلة منمحي سبورا ومننزل على الأمثلة المثال الأول P إذن القضية بي عم تقول أنه عائشة في فريق كرة الباسكيت فريق كرة السلة تبع المدرسة Q آيشة دور تيلدر باسكيت بول أوي نيويور يعني عائشة عم تلعب بفريق كرة السلة من أربع سنوات من أجل هذه القضايا P V Q أونيرما سينية ظلم بدنا نكتب قضية مركبة من هاتين القضيتين الحل P V Q طبعا منحط هون نقطين هدون الأقواس تبع القضية تمام هاي فتحنا وسكرنا طرناك إشارتي إشارة الإشارة الظفرية آيشة أقول باسكيت بول تاكمندا تاكمندا لش نطر لأنه ضر تجي بآخر رجم للتأكيد إذن آيشة أقول باسكيت بول تاكمندا V دور تيلدر باسكيت بول أوي نيويور إذن V معنى رابطنا القضيتين مع بعض هاي المثال أول طيب مثال تاني القضية P إكي إسو إوتش أرط بير سكيز دين بيك أو بيكتور إذن اتنين قوة ثلاثة زائد واحد أكبر من الثمانة هذه قضية هلأ بجود تقول لك يا أستاذ شلون هيك اتنين قوة ثلاثة ثمانة زائد واحد تسعة مزوط التسعة أكبر من الثمانة إذن هذه القضية مو بس قضية وهذه القضية الدينك يعني تعادل الواحد أنا صحيحة طيب القضية التانية Q اتنين قوة ثلاثة زائد خمسة على ثلاثة هل هي أصغر من خمسة فعلا؟ هاي قضية إذا كانت صح ولا كانت خطأ هذه قضية فعندي هنا اتنين قوة ثلاثة أربعة زائد خمسة يعني تسعة تسعة على ثلاثة تسعة تقسيم ثلاثة النتيجة ثلاثة فعلاً لثلاثة أصغر من خمسة صح معناها لكيو دينك هاي ثلاثة أشخطات دينك بير انار مالاري إتشين إذا من أجل هاتان القضيتان بي في كيو انار ماسيني يزب إذا من نكتب القضية هاي ضغرولوك داياريني بولالم وننأوجد شو صحة هذه القضية طبعاً طالما الأولى الأولى صح والتاني صح هذا يؤدي إلى أن بي ذي كيو دينك شو دينك شو بير لأنه الأولى بير والتاني بير فالدينك بير بس شون بنكتبون لحظوا شون كتبون بي ذي كيو تنين قوة ثلاثة زائد واحد أكبر من ثماني القضية الأولى ذي القضية الثانية تنين قوة أربعة زائد خمسة على ثلاثة أصغر من خمسة تير للتأكيد وسكرنا الخوس شكل دا يزلر إذا تكتب بهذا الشكل مثل ما حكينا الأولى واحد والتاني واحد معناها الرابط لألون حكون واحد وواحد النتيجة واحد هيك منكون انتهينا عزائي الطلاب من الأورنيك الثاني وننتقل إلى الأورنيك الثالث الآن بالأورنيك الثالث أشغدك إفادة لارين دغر لك إذن دغر لك ديار لاريني بولالم لنوجد قيام الصحة للعبارات التي في الأسفل ذي أول شي بتعرفوا أنتوا الأولوية للأقواس بير ذي صفر نحن أن الفي طمعة لازم يكونوا اتنينات وواحدات معناها هذا قوة قيمته صفر صفر ذي صفر النتيجة دينك صفر الب بير ذي صفر صفر ذي بره واحد النتيجة صفر ليش لأنه ما أعطى واحدين ما بيعطي واحد إلا إذن كانوا اتنينات وواحد الآن بير ذي بير بير ذي هاي شو هاي بير النتيجة بير ذي بير دينك بير هنا بير ديلي هاي الفتحة ديلي يعني بتاكس الواحد إذا كان فوقه فتحة شو بتصير صفر يعني صفر ذي صفر أكيد صفر هذا الخوص الأول ذي خوص التاني الصفر شو مقلوبة شو عكسة عكسة واحد بير ذي بير النتيجة بير النتيجة الأخيرة صفر ذي بير والنتيجة صفر طبعا نذكر أنتوا الحل اللي أنا حليتم على الحل المكتوب هون لا هتلاقوا حل مطابق لحظوا أنا نطلع معي صفر صفر واحد صفر أيضا هون صفر صفر واحد صفر بعد ما انتهينا من أداة الربط ذي الآن سننتقل إلى أداة الربط ذيا طيب أداة الربط ذيا شو عم تقول ذيا بغلاجة إلى ألوشان بلا شيك ونرملر يعني القضايا المركبة والمتشكلة باستخدام أداة الربط ذيا طبعا أنا مشاء ما أقرأ هذا الحكي هذا مشاء نوفر عليكم جهد وتعب الذيا هلأ مو أنه الذيا طماعة بدي الأول واحد والتاني واحد لا تعطيني واحد الذيا قنوعة حبابة شلون يعني قنوعة يعني إذا واحد منهم واحد منيح تنيناتهم واحد أحسن وأحسن بس تنيناتهم صفر ما برضا طيب خلينا نشوف واحد وواحد لح تعطي هاي في هاي كأنه هون بغلط أن نحطين في لازم تكون فيا هون في غلط بالكتاب إذن واحد إذن بير فيا بير بيعطي بير طيب إذا الأولان يبير والتاني مو بير معلش هي قنوعة لأنه ترضى إذن هون عطت واحد هون عطت واحد طيب إذا التاني بير والأول صفر كمان معلش بس إذا التاني بير والأول صفر هاي كم ننزعل من بعض تمام بهذا الشكل إن شاء الله بتحفظوها وما بتنسوها سنحل أمثلة على هذا الكلام كان عندي أرنك لأمثلة بير إذن القضية P P önerme بلغين دن أكشام تياترويا جدت إذن بلغين بارح ذهبت إلى المسرح مساء مساء البارحة ذهبت إلى المسرح Q بلغين كتاب إذن بلغين قراءت كتاب önermeleri için P و Q önermesini yazalım لنكتب القضية P V A Q P V A Q P V A Q نقطين فتحنا القوز تبع لنرمة إن بلغين دون أكشام تياترويا جدت ها جدت V A كتاب أكدو كونه نفس الإسم ما كرروا V A ياما منقول بلغين أو بلغين نذكر أول شي V A كتاب أكدو المثال الثاني الشغادة كي önermeleri لنجد قيام الصحة للقضايا التي في الأسفل هلأ B V A 0 طالما واحد منهم بير معناها النتيجة بير V A هاي V A B V A B النتيجة بير دنك B V A B النتيجة بير لأن واحد منهم يكون واحد بكفيفة اتنين اتر واحد أحسن وحسن اللي بعد بير B V A 0 النتيجة ها إذن طالما أحد الأطراف صفر الطرف الثاني إذا النتيجة حصل بالطرف الثاني لB إذا كانت صفر بيطلع الجواب صفر وإذا واحد بيطلع واحد فالجواب الأول جوابه B V A هلأ B ديلي V A بير هلأ B أو B ديلي شو ما كانت تكون طالما الطرف الثاني واحد فالنتيجة رح تطلع واحد دنك هلأ B V A بير تعرفوا أنتو ال V A قنوعة طالما في واحد هلأ هاي ما بتمنى شو ما كانت قيمتها النتيجة كيدا هيطلع واحد إذن أول واحد طلعت واحد والتانية طلعت أيضا واحد التالت P V A بير بيطلع بير V A Q V A P فتحة شو بده يعطينا طيب نحن تركها هيك Q V A P فتحة هلأ واحد V A هذا القوس كله طالما في عندي واحد فالنتيجة الأخيرة دنك واحد بغض النظر عن هذا القوس لأنه هي قنوعة بكفي أن أحد الأطراف طلع واحد الآن ننتقل إلى الأورنيك الثالث إذن أعزائي الطلاب هلأ بالنسبة للمثال الثالث مثل المشافين أشغدكي أنر ملارين دوغرولوك الديار اللاريني بلونوز بنا أوجد قيام الصحة للقضايا التي في الأسفل القضية الأولى بير V هلأ خلطوا V مع V القوس الأول في V والقوس الثاني V وبناتهم V بير V صفر بتعرفوا V طماعة واحد صفر واحد ما بيصير إذن هي صفر V بير V بير النتيجة بير هلأ الـ V قنوعة صفر V بير النتيجة بير إذن بير الثاني بير V صفر بير V بير V بير بير دنك بير إذن فعلا بير القضية الثالثة بير ديلي يعني عكس البي صفر صفر V صفر صفر V صفر ديلي يعني بير بير V صفر 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 V صفر دنك صفر فعلا نتيجة صفر هلأك مكنتا هنا من أمثلة L V بيلقي كتوسو صندوق المعلومات صندوق المعلومات شوفيه هاي صندوق صندوق المعلومات بلا شيك أنار ملارده في القضايا المركبة V بغلاجنن V بغلاجنن V هاي أول فكرة V بغلاجنن V بغلاجنن أزالين ضغلما أزالي فاردر إذن يوجد خاصية الضغلما يعني التوزيع مثل ما كنتوا أنتوا توزعوا الضرب على الجمع أيضا هون عم تتوزع الضرب على الفيا والفيا على الفيا شون عم تتوزع أنا بدي أتخيل إجاني ضيفين كيو و ر هلا البي معه كاسات شاي بده يدخل يضيف الكيو ويضيف الر إذن بي ذي كيو أو القوس ذي أيضا بي ذي ر أغلب الطلاب يضيف الأول ويضيف الثاني ما بصير عيب إجاني ضيفين منضيف واحد بنترك الثاني ما بصير أيضا هنا إذا كان عندي بي ذي كيو ذي ر إذن بي ذي كيو ذي بي ذي ر إذن بكتب بي ذي هاي الفي شايفين بي ذي كيو منسك القوس ذي أيضا بي ذي ر عندي آآ تمرين أو نشاط أرنك رابع بي دي لي ذي بي ذي كيو بي لشيك أنار ما سيني دنك أولان أنار ما ي بل إذا من نوجد القضية اللي صير تعادل دنك يعني تعادل تعادل القضية المركبة هاي فأنا عندي بي بدي يوزع بي ذي كيو هاي بيكتب بي ذي عفوا بي دي لي بي آآ ذي بي هاي القوس الأول ذي آآ بي دي لي ذي كيو الآن بي دي لي ذي بي إذن القضية ونفيها وبناتهم في يعني إذا واحدة صفر ثانية واحد أو بالعكس فحتما القوس الأول دين شو يعادل يعادل الصفر ذي آآ إذن ذي آآ بي دي لي ذي كيو الآن طالما الأولى صفر والذي قنوعة معناها ستتبع التانية إذا التانية صفر بيطلعت صفر وإذا واحد بيتبع واحد فالنتيجة تعادل بي دي لي في كيو إذن بي دي لي في كيو بهذا الشكل تكون طلعت هالقضية هاي اللي هي تكافى القضية الأولانية اللي طلعت معنا بالبدأ ننتقل إلى الإكزامبل الخامس إذن إكزامبل خمسة عندي بي دانك صفر كيو دانك بير في ري دانك ري بير إفادة إذا من أجل القضايا أو العبارات هاي أشادك بلاشيك أو نرم لارين دورو لك دير لاريني بلالم بدنا نوجد قيام الصحة والحقيقة لهالقضايا المركبة هاي بي دي لي ذيا كيو هلا بي داش البي صفر دي لي معنات واحد ذيا كيو واحد منسك القوس ذيا واحد النتيجة بير في بير بير ذيا بير دانك بير هلا هون بي بي ري دي لي هلا البي قداش البي صفر في ري دي لي أيضا صفر ذيا الكيو واحد صفر في صفر صفر ذيا واحد النتيجة طالما هاي في يعني قنوع بتطلع نتيجة واحد إذن هاي واحد وهاي واحد التمرين السادس بي دي لي في كيو ولكل في كيو فتحة لنوجد القضية اللي صار تعادل هال قضية المركبة هاي هلا هون توزيع ولكن توزيع من اليسار بدل من اليمن بدل ان يكون من اليسار فهذا ضيف بي دي دي لي في كيو دي لي خلصنا القوس بيناتهم في بنفتح قوس كيو في كيو دي لي يعادل الأولى منتركه على حالة ب دي لي في كيو دي لي في شو هاي الثانية اذا هذا القوس الأول في الثاني طالما في قنوعة اذا واحدة صفر الثانية واحد والعكس بالعكس فحتما في واحد دي ناتون والنتيجة واحد هلا هاي ذي الفي طماعة بدل اول واحد الحمدلله واحد طيب التاني ما بعرف اذا كان واحد بيطلع هو وزا صفر بيطلع هو يعني الجواب حسب هذا القوس فالنتيجة الأخيرة تعادل ب دي لي ذي كيو دي هيك منكون انتهينا من قاعدة الربط ذي و ذي ننتقل الى قاعدة كتير كتير مهمة هي قاعدة ديمورغان ديمورغان قرال قواعد ديمورغان ما الفائدة من قواعد ديمورغان شو عميقول ديمورغان اذا عندي بي ذي وعليهم كلهم دي لي هذا يعادل هلا لاحظوا هال الفتحة بدأ دخول على الاول وعال العملية كمان وعال ثاني فالبي بتصير بي دي لي والعملية اذا فيا بتصير فيا والفي بتصير فيا والكيو بتصير كيو دي لي هاي قاعدة ديمورغان الاولى نفي الفيا طيب اذا كانت بي ذي كيو نفي يعني يبدئين في هالمرة الفيا وليس الفيا شو بصير ايضا الفتحة بدأ تسلم على الاول والعملية وعال ثاني بتصير فيا والكيو بتصير كيو فتحة يقرد كي ديمورغان كورالندا هير انا رمانين فيا ار اراد كي باغ لجند دي شتين دي كات ادينيز اذا ننتبه للتغييرات اللي صارت باداة الربط ناخذ ارنك على هذه الفكرة اذا ارنك لار المثال الاول اش ض ذري لان اونار مال را دنك اولان اونار مال ري بول المثال اذا لنوجد القضايا اللي صارت تعادل هالقضايا هاي اول شي هاي الفتحة شايفين هاي الفتحة بده دخل لجوه شو بتساوي البي فتحة بتصير بي البي بتصير ذي والكيو بتصير كيو فتحة بين قوس هين ب ب فتحة بنعمل توزيع ب عفر هون متوزيع طالما كلهم في معناها متوزيع هون اعادة ترتيب يعني ب ب فتحة كونون البي تبديلي هدون لحجم معهم لحال ذي كيو فتحة دنك ب ب فتحة صفر ذي كيو فتحة والنتيج الاخيرة صفر فعلان طلعت معنا هون صفر البي ب فتحة ذي كيو لكل فتحة هذه الفتحة البي فتحة لحتساوية ب ال v لحتساوية v وال ku لحتساوية q فتحة هيخلصنا القوس الاول v او v a البي ايضا فيه فتحة برانية لحتساوية b فتحة v لحتصير v وتح q فتحة لحتصير q شوفي مشترك بين القوس الأول والقوس الثاني إذن هون صارت بي كيو فتحة وهون صارت بي فتحة كيو طبعا نبتل ملاحظين أنه العملية فيا 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 وبالتالي فيني شيء الأقواس أبدل أنا على كيفي بحط بي فيا بي فتحة فيا كيو فيا كيو فتحة هلأ بي فيا بي فتحة النتيجة واحد ما هيك؟ فيا كيو فيا كيو فتحة النتيجة واحد والنتيجة الأخيرة تطلع واحد إذن إتنوا شايفين هون نتيجة واحد ننتقل إلى المثال الثاني إذن في هذا المثال منشوف أشغدافريلان أونر مالارين إن صادة صادة يعني مبسطة هاللاريني بولالم لنوجد الحالات الأبسط للقضايا المعطاة في الأسفل هلأ واحد فتحة ذيا بي هلأ واحد فتحة يعني صفر صفر ذيا بي بس كي أيوة مو مشكلة كان في فتحة برانية ذي بي النتيجة هلأ صفر بدأ عكسة صفر بدأتصر الفتحة بدأتعكسة صفر بدأتصر واحد ذي بي دايلي وبره شوفي ذي بي دينك بير بير هلأ بير بير بي فتحة ذي بي إذن بي فتحة ذي بي معناته بير بي فتحة ذي بي يعني صفر والنتيجة الأخيرة أيضا صفر لأنه البي طماعة ولازم يكونوا اتناتهم واحد إذن صفر القضية الثانية صفر بي بي بس في عليها دايلي فمنعكسة صفر بتصير واحد البي بتصير فيا البي بتصير بي دايلي هذا القوس الأول في قوس الثاني الصفر بتصير واحد البي بتصير فيا البي فتحة بتصير بي هلأ واحد فيا بي فتحة البي قنوعة طالما هذا واحد معناها القوس كلها تصار شو؟ إذن هون بيعطي واحد فيا واحد فيا بي أيضا هي قنوعة فلاح تعطي واحد والنتيجة الأخيرة واحد لأنه أفواً نتيجة الأخيرة واحد لأنه اثنينات واحد إذن واحد بهذا الشكل أعزائيات الله ممكن وصلنا لنهاية درسنا اليوم نتابع معكم مع بقية الأدوات إن شاء الله في دروس قادمة تمنى لكم متابعة موفقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته